سطر عام 2022 أحداثاً وفعاليات فارقة في تاريخ العلاقات المصرية الجزائرية حيث شهدت زخماً جديداً على مختلف الأصعاد السياسية والاقتصادية والتقافية والرياضية كما كان عام 2022 حافلاً بتبادل الزيارات التنائية الهامة بين البلدين الشقيقين ليشكل انطلاقاً جديد للعلاقات نحو أفق أرحب وأشمل سطر عام 2022 أحداثاً وفعاليات فارقة في تاريخ العلاقات المصرية الجزائرية وشهد هذا العام زخماً جديداً على مختلف الأصعاد السياسية والاقتصادية وأيضاً الثقافية والرياضية يضاف الحجم العلاقات التنائية التي تطرب بجذورها أعماق التاريخ فعلى الصعيد السياسي شهد مطلع العام زيارة مهمة لرئيس الجزائري عبد المجيد تابون إلى القاهرة في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من يناير تلك الزيارة حملت دلالات عديدة أهمها الرغبة السياسية المشتركة لتعزيز العلاقات التنائية في مختلف المجالات وصولاً إلى مشاركة حقيقية فمنذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح أسيسي رئيساً لمصر في عام 2014 شهدت العلاقات المصرية الجزائرية دفعاً كبيراً حيث اختار الجزائر لتكون وجهته الخارجية الأولى بعد انتخابه كما ثمنت الرئاسة الجزائرية زيارة تابون للقاهرة وصفة إياها بأنها زيارة عمل وأخوة وتشكل فرصة لتعزيز العلاقات التاريخية والسياسية بين البلدين واتفق الرئيسان المصري والجزائري خلال هذه الزيارة على دفع أطل التعاون الثنائي بين البلدين من خلال تفعيل آليات التشاور والتنصيق بينهما على كافة المستويات كما أعرب الرئيسان المصري والجزائري عن حرصهما على مواصلة العمل على زيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين ووجه الرئيسان بتكفيف التنصيق خلال الفترة المقبلة لتفعيل آليات العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية وفي مارس تشكل مجلس رجال الأعمال المصرية الجزائري في إطار الحرص على تعزيز حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والتعاون الصناعي بين البلدين أما في 29 والثلاثين من يونيو أن عقدت اللجنة المشتركة العليا برئاسة رئيسي حكومتي البلدين وهي أول اجتماع للجنة مشتركة عليا تباشرها الجزائر منذ بدء جائحة كورونا أما على صعيد الفعاليات الرياضية شاركت مصر في النسخة التسعة عشرة من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي أقيمت بوهران في الفترة ما بين الخامس والعشرين من يونيو والخامس من يوليو بأكبر بعثة رياضية في هذه الدورة وعلى صعيد الفعاليات الثقافية أحيت الأوركستر السمفونية المصرية حفلا كبيرا في المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السمفونية في نسخته الثانية عشرة المنعقد بدار الأبرة بالجزائر خلال الفترة من الخامس عشر إلى العشرين من أكتوبر وبهذا كان عام الفين واثنين وعشرين حافلا بالعديد من الفعاليات وتبادل الزيارات الثنائية الهامة بين البلدين شقيقين ليشكل انطلاقة جديدة للعلاقات نحو آفاق أرحب وأشمل ترجمة نانسي قنقر